فيما تواصل ميليشيات الحوث الإرهابية نهب الإيرادات ورفضها دفع مرتبات المعلمين أفاد تقرير أممي حديث بأن واردات الوقود إلى موانئ الحديدة الخاضعة لسيطرة ميليشيات الحوث الإرهابية شهدت زيادة بنحو 44% خلال ثمانية الأشهر الأولى من العام الجاري وذكر برنامج الغداء العالمي في تحديث شهر سبتمبر لحالة الأمن الغدائي في اليمن بأن إجمالي الوقود الوارد عبر موانئ الحديدة والصليف الخاضعة لسيطرة ميليشيات الحوثي بلغ 1.6 مليون طن متري خلال الفترة بين يناير وأغسطس 2023 وبحسب التقرير الأممي فإن إمدادات الوقود منذ مطلع العام الجاري وحتى أغسطس تمثل زيادة بنسبة 358% عن فترة الثمانية الأشهر الأولى من العام 2021 وهو ما يؤكد أهمية الهدنة الأممية في تحسين دخول الوقود وبشكل كبير عبر موانئ البحر الأحمر وحول حالة الأمن الغدائي في اليمن فإن موانئ الحديدة والصليف الخاضعة لسيطرة الخوثيين شهدت دخول مع مجموعه 2.7 مليون طن متري من المواد الغذائية خلال الفترة بين يناير وأغسطس 2023 ووفق التقرير فإن غالبية المواد الغذائية الواردة إلى موانئ الحوثيين خلال الفترة المشمولة بالتقرير كانت من القمح ودقيق القمح حيث مثلت ما نسبته 62% من إجمالي الواردات وتمثل الواردات الغذائية عبر موانئ الحوثيين منذ مطلع الغام الجاري وحتى أغسطس زيادة بنسبة 3% عن نفس الفترة من الغام الماضي 2022